زواق وكروي وتقول الكلمة الرياضية لدرجة انك ألفت كتاب عن محمد صلاح اول حقيقة اين خلكك ألفت الكتاب ده بص محمد صلاح هو نموذك باهر مبهر باهر مبهر مصدر الهام مصري فريقي عربي حتى اوروبي اولا صلاح من من العشرة الكبار في على باستوى العالم شاب من نجريك اللي قرية اليسمين بيزرعوا اليسمين نجريك اللي بيعملوا عجلت اليسمين وصدروا يعني ده ظهرت اليسمين بتاعتهم طلعت من هناك ما تشوف رحلة صلاح نحو المجد ونحو التتويج والمنصات العالية حالة من الإلهام الكامل أسرة بسيطة وعم صلاح رجل بسيط وأم طيبة وإخوات وربما يكون عنده أخي عطا قصو ماهر أحرف من صلاح كمان بس تعرفت دايما أن المواهب عندنا في الريف كتير قوي مصر ولادة مصر الصبح تولد مصر الصبح تولد ألف شاعر وألف روائي وألف كاتب وألف لعب وألف مما تعدون من كل المهن والتواقف مصر عظيمة أوي مصر عالترعة عالترعة مواهب شتى بس عايزة كشفين وعايزة عقول وعايزة مدارس تنتك وعايزة أليات تدور عليها وتروح لها بالضبط كده وجبها أنا انبسطت قوي من حكاية الملاعب الخماسية اللي في الريف دي ماشي؟ ليه؟ على أل بتأثر الأولاد دولت وبتدخل الأولاد دولت في الماكنة ممكن حد يشوفه وبتنشر اللعبة وبتنشر اللعبة بلقوا بيلعبوا على أرض مستوية وعلى تحت إضاءة وفيه جمهور فرصة إن حد يشوف تعرف حضرتك دلوقتي الذكاء الشعب المصري الناس البسطاء أنا كنت ساكن في منطقة في طريق سقارة كده اسمها منواتو شبرامانتو وعلى امتداد ترعة المريوطية حضرتك في السنوات الأخيرة دي واكتشفت إن ده بعد ما رحت الريف والصعيد وإن ناس كتيرة جدا بتستسمر الحي الزدية اللي عندها إنها تعمل ملاعب بإضاءة وأكاديميات وأزيدك من الشعر بيت وبقى فيها حمامات سباحة ده الجديد بقى بمبادرات من المواطنين آه لا والأندية وبركز الشباب الوزير صبحي شاطر والوزير اللي قبله خالد عبد عزيز شاطر بقى فيه حمامات سباحة أولمبية موجودة والحقيقة وزراء الشباب العمري وخالد عبد العزيز والعمري فاروق وخالد عبد العزيز وشرف صبحي ليهم مشروع مستمر لأنه ده مشروع دولة ده مشروع دولة الدولة النهاردة عاملة مشروع اسمه بيشرف عليه كابتن ميدو أحمد حسام المليون المليون موهبة بالصبت لا أنت عندك ماليين الموهب إحنا ما شاء الله علينا بقولك يعني إحنا الولد بيتولد وموهبته معاه حتى الصنيع المصر بتلاقيه إزايه إذا أخلص إذا أخلص وحتى الكاتب المصر بتلاقيه إزايه إذا أبدع موايب بقول لي حدة ماشي وبالتالي أنت قدام موهبة جاية منحق لياسمين فيها ريحتها وعبقها الخاص فتحول لمصدر إلهام مصدر إلهام لأن جامعة ستنفرد ودي جامعة عظيمة جدا في أمريكا لما تعمل دراسة عن محمد صلاح وتقول أن محمد صلاح وجوده في شمال لندن في ليفربول قال للمستوى خطاب الكراهية والعنصرية في هذه المنطقة تبتكلم عن صلاح مش لعب كورة قيمة مجتمعية وسيحسية بيسمها القيمة المضافة للإنسانية صلاح على فكرة في الملعب ابتسمته سابقا ده صلاح خجول حتى في الكورة المشتركة ده صلاح بيعتذر لمن يعتدي عليه صلاح حالة إنسانية متكاملة صلاح قال أولا شوف مصادر إلهام صلاح قدرته على التعلم يوصل إيطاليا بدون كلمة واحدة يعرفها الإيطالية يهرج من إيطاليا بعد سنتين أو ثلاث سنين يجد الإيطالية يخش إنجلترا بدون كلمة واحدة والحقيقة اشتغل على نفسه بشيد جدا وحط هدف واضح يشتغل عليه وكل مدرب درب صلاح أحب صلاح وبيبان بيبان على الخط في خروج صلاح غضبان في احتواء يورجان كلوب أو سبلتي أو 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 فمصادر الإلهام عند صلاح أولا إنسانيته الشديد لا يفوت مناسبة حقيقية فيها مساحة إنسانية أو مسحة إنسانية اللي يتواجد فيها يروح مدرسة يستثمر في مدرسة وكانت لسه كيان بنته التانية مولوداً بارح وهو تاني يوم في المدرسة بتاع الأطفال البتدائي عشان يلعب معهم ماشي صلاح موجود في كل المناسبات السعيدة والحزينة في مصر مع مصر في ألمها وأطرح آه بيعاني شوية من سوق الفهم بيعاني شوية من بعض التعانط من البعض بيعاني شوية من بعض الغيرة بيعاني شوية ده طبيعة البشر وطبيعة الناس لكن صلاح عينه على بصر وعينه على منتخب مصر وعينه على كل شيء أنا عادي التواقف هنا تفضل أحمد بيلي عيني فيه ناس في الفترة الأخرينية بتحسسنا إن إحنا لو احتاجنا الكابتن محمد صلاح يدعم المنتخب الإلومبي في إدارة الأولمبية القادمة في توكيو إنه ربما يكون هناك صعوبات فيجيبه مرة يورجن كلاب يقول ما حدش كلمنا في الموضوع ده ويجي تصريح ينسب لمدير أعماله رامي شعارفين نادر نادر شاوية لا مش نادر اسمه رامي عادل حاجة كده هو أعتقد إنه لبنان يعني إنه ما حدش كلمنا في الموضوع ده هندرس هذا الوضع في حينه وكان الأمر يحتمل الأقه أو لا أنت شايف الموضوع ده بص أولا يورجن كلاب عنده كل الحق فيما يخصه هو عايز رامي عباس اسمه رامي عباس صلحوا لي يورجن كلاب عنده كل الحق فيما يخصه عايز الراجل يأخذ راحته ويبدأ مشهوره التدريبي يبدأ جولاته وا 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 ويبدأ تماني أغسطس ماتشاته مع فرقته ده حقه كامل ده يورجن كلاب في نفس الوقت شاوء غريب له الحق الكامل في استدعاء صلاح هتوقف الأمر عند مين عند صلاح أنا لو أنا مكان شاوي أنا قوام المنتخب للومبي ده هو للعب البطول ليه في النهاية صلاح مش من قمشة هذا الفريق لا لا ما علش طب أنا حضرتك فيه نقطة هنا بس هو مش حيلاقي المنافسين دول وحيلاقي كل الفرق دعمت نفسها بالجوم أنا مش مختلف معك مش مختلف معك بس أنا في رأي الشخصي يعني إذا كان الحاجة ملحة بمعنى إذا كان صلاح عامل مضاف كبير أو يشكل عامل تأثير كبير أهلا بيه لو أنت عندك قوام فريق وتقدر تنافس وتعمل إنجازك يجوز لكن في النهاية اللافت للنظر إن إحنا قاعدين هنا يعني نحكي وكلوب بقولك ما حدش يكلمني ماشي طيب مستر كابتن شوق غريب ما يتكلم لو عايزه يتكلم من دلوقتي من دلوقتي ليه بقى من دلوقتي لإن الناس دي عندها كل حاجة بموقيت وكل حاجة ببرامج والتأهيل والرحات وكل ده برامج ما بيسيبوشوا الأمور كده لآخر وقت وتقوله أنا عايزه بكرة يلعب معي مش هينفع كده فأنا لو عايزه من دلوقتي بقوله ليه عشان هو يبدأ يعبل فتراته هناك بدون صلاح وتأهيلاته هناك بدون صلاح ويشوف مين يلعب مكانه ماشي فالقضية كلها هنا مسألة لو أنت عايزه يحسن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة